الفراغ بدأ من اليوم في الشكل رئيس الحكومة المكلف الجديد هو نجيب ميقاتي فالأخير هو رئيس الضرورة أي أنه اختير من جديد ليس لأنه الأفضل بل لأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان فمعظم الذين سموه رأوا أن الفترة القصيرة الفاصلة بين تسميته وبين انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا تستحق تغيير رئيس الحكومة فلو ألف ميقاتي حكومته غدا فأن عمرها لا يكون أكثر من أربعة أشهر هذا إذا حصلت الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدد بين الأول من أيلول وآخر تشرين الأول والأرجح أن الذين سموا ميقاتي كانوا يعرفون أنهم يسمون الفراغ فميقاتي على الأرجح لا يتمكن من تشكيل حكومته لأنه على خلاف مع رئيس الجمهورية نتيجة خلافه الجذر والعميق مع جبران باسيل والتالي الرئيس عون لا يسهل مهمته ولا يسانده في عملية التأليف بل على الأرجح لا يوقع مرسوم تشكيل حكومة لا يرضى عنها جبران وطالما أن ميقاتي ليعطي جبران باسيل في نهاية عهد ما يريده فأن الأول سيبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حكومة مكلف ولا يتحول رئيس حكومة فعليا إنه مأزق جديد يضاف إلى المآزق التي وضعها في دربنا العهد القوي فهل يكون المأزق الأخير قبل أن يودعنا في نهاية تشرين الأول غير مأسوف عليه؟ فهو عهد لم يكن قويا إلا بتوليد المصائب والأزمات